اشتركوا في القناة على خبر وفاة زوجها اللي احتفلت معاك بصهرة رومانسية وبصور بتجمعهم مع بعض اللي يودعوا سنة 2022 وبيستقبلوا سنة جديدة وكتبت ماري مجودة على حسابها الشخصي فيسبوك قبل وفاة زوجها قائلة احببتك ثم طعلقت بك ثم عاشقتك ثم اصبحت قطع من جسدي وشيئا من روحي لا استطيع الابتعاد عنه رزقنا الله بك وايقنت انك اجمل ارزاقي انت نعيمي انت الكثير في عيناي دمت لي كل العمر بحبك لم تمر ساعات وصحيت على خبر وفاة زوجها في اول يوم بالسنة الجديدة وكتبت البلوجر قائلة توفى الى رحمة الله تعالى زوج محمد عبداللطيف وصلاة الجنازة بعد صلاة العصر في مدافن المنورة والوفاة كانت طبيعية دون احادث او اسباب لكن مجرد قضاء الله كما اكدت احد المصادر ان ماريم ومحمد تزوجوا منذ شهرين وفي اول تعليق للبلوجر ماريم جودا بعد دفن زوجها نشرت صورة له على صفحتها الشخصية وعليت عليها قائلة لسه كنت بتقولي انا فرحان ان اول رأس سنة مع بعض في بيتنا طيب انت دلوقتي مش معي يليه اشتركوا في القناة